بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زرائبا شباب مكملين مع بعض بقية الفيديوهات تيتوليال 101.1.nacp.net.webforms هنتكلم دلوقتي على كنترول الامج ماب كنا تكلمنا عن الامج والامج بطوم هنتكلم دلوقتي عن الامج ماب وايه فكرة الامج ماب؟ الامج ماب ببساطة شباب هي عبارة عن صورة بقدر اخلي او اماكن فيها اللي احنا بنسميها الهوتسبوت على انها زرائر او كليك ابل دعالي علشان سنبدأ مع بعض سنقوم بعمل New Project من نوع ASP سنسميه Image Map Demo سنبدأ نزود صبحة سنقوم بعمل New Item سنسميه Home سنبدأ نزود الكنترول وهي ثالث عنصر من ناحية الامج Image Image Bottom وبعدين Image Map في الامج ماب بحتاج بردوك السلوشن بتاعي يكون جوايا فولدر علشان احط فيه كل الصور بتاعتي فهزمي هنا Image انا مجهز Image عندي هنا هاخد منها Copy وهبدأ اعمل Paste جوه الفولدر بتاعي وبالتالي اقدر بقى اروح اتحكم في خاصية او الخصائص بتاعة الصورة اول خاصية عندي هي فكرة الماب بحيث ان لو الصورة ما ظهرتش لاي سبب من ما بتظهر الكلمة بتاعة ماب عندك كمان Description بالنسبة للامج عندي Description URL وده اللي من خلالها ممكن احط URL او صفحة بتوضح ايه Description وايه العناصر اللي ممكن تضغط عليها تشتغل بها عندي حاجة كمان اسمها Image URL وهي دي الصورة بتاعي هبدأ اعملها بك من خلال وابدأ اختار الصورة بتاعي اقول له اوكي دي الصورة بتاعي طيب الصورة في شكلها العادي تكاد تكون صورة عادية خالص ما فيهاش اي مشكلة طيب بيجي لي بقى الاهمية هنا على جزء اسمه الهوتسبوت طبعا عندك Image alignment عايز تخلي المحازات بالنسبة للHTML شكلها ايه عايز الهوتسبوت مود بتاعك يكون شكلهم ايه Navigation ولا بيشتغلهم Post Pack ولا Interactive بمعنى انا عايز لما اضغط على الزرار يحصل بس ولا هيكون فيه Post Pack او ضغط ضغطة بيعمل لي حاجة وبعدين Navigate يحصل بعدها لا انا اشغالهم كلهم بنظام ال Navigate ان هما كلهم بيعملهم عارض عشان نعرف الكصة اللي احنا بنتكلم فيها خليني هنا اوضح لك لو افترضت ان انا عندي سايت في الصفحة ديات وفي مجموعة بيجيس المفترض ان هي تتفتح لما اضغط على علامة الموبايل وعلامة ديسكتوب او الويب فالمفترض ان انا عايز اخلي دولك او ممكن الجزء ده بس بحيث ان انت لما تيجي هنا وتضغط المفترض ان يطلع لي صفحة جديدة تعال نعمل الشكل او الهيركل البتاعي انا هزود اا اكتر من ويب فورم دلوقتي نخلي الاولانية ويب بقى ساميهم التانية موبايل التالتة هتكون ديسكتوب مش مهم الرابع الكونسول او الجيمز معايا هي الفكرة هتبقى وضحت الديسكتوب تمام تعال بقى نرجع للهوم بتاعنا الاول تعال اعرفك على فكرة الهوت سبوت باجي هنا عند البربرت يسمى هوت سبوت اللي جنبها كلمة اضغط بيسألني انت عايز تضيف هوت سبوت شكلها ايه ركز معايا عشان الهوت سبوت بتيجي على ثلاث اشكال لو فتحنا اد اد هنا عبارة عن bottom last circle hot spot وعندي rectangle hot spot دايرة او شكله منتظم ممكن يبقى مربع او مستطيل وشكله غير منتظم بياخد مني ابعاد plus طيب لو انا اخدت circle فبيبدأ يقولي هتعمل hot spot اسمها circle طبعا انا عندي هنا خلاص نفيجيت url هيكون ايه فهقول له مثلا وديني عند الهوم او وديني عند الويب مثلا تمام وبيطلب مني الابعاد radius بتاعك او نص الكوتر فهقول له دا عشرين المقصود بكلمة x و y لو احنا تخيلنا مع بعض كده الصفحة بتاعنا يا شباب دي الصفحة بتاعي تمام المفروض ببعد اد ايه عن نقطة x وبعد اد ايه عند نقطة y يبقى ديات النقطة اللي انا هبدأ منها تمام بيجي بقى يروح جاي واخد نص الكتر ورسم لي مين الدايرة يبقى ديات القصة اللي احنا ايه هنشتغل بيها اللي ايه x و y انت بعدت اد ايه وبعدين من عند المركز بتاع التقاطع بتاع x و y هبدأ ارسم لك الايه الدايرة فهاجي هنا اقول له خمسين مثلا وهاجي عند ال y واقول له خمسين طيب هاجي هنا او هبقى اوضحها لك في شكل تاني وهاجي اقول له اوكي طبعا انا حدد طبعا لو اعايز لما اقف عندها اقول له go to ويب يبقى انت هتروح لمين للويب طب الويب ده هتفتح في نفس الصفحة ولا في صفحة تانية التارجد بتاعي ممكن ناجي هنا وقول له بلانك فبلانك هنا معناها نفتحها في صفحة تانية لما اقول له اوكي وتعال هنا ال run نلاحظ ان الصفحة بتاعها هتتحمل جواها الصورة اللي هي من الحاجات اللي ما بتفضلش الاستخدام بتاعها لانها اه هدك لان في بعض الناس بيتعمل افراد شوية في الاستخدام بتاعها بتخدم صور بتاعها قوي ففي الحالة دي بيبقى هدك على اللودنج بتاع الصفحة لو اتبدأت اتحرك كده ملاحظ ان انا بدأ يظهر عندي هنا حاجة لكابول ايه لما بضغط عليها لو خدت بالك الضغطة بتاعها عمليت لي الرسمة بتاعتي تمام يبقى انا لما بضغط هنا ما بقف هنا كده تمام هو خلاص بيقول له go to ايه وبقى هذه الطولتة بتاعي وبدأ يفتح صفحة مين الورقة طيب العملية كلها هتبدأ ازاي تعالى نعمل واحد يبقى على www طيب ده هيكون شكله ريكتانجل الفكرة في الريكتانجل عايز اوضحها لك لانها بتبقى صعبة شوية لو انا جيت هنا واخترت ريكتانجل بيبدأ يقول لي bottom و left و right و top القصة بتاعها عشان برده بتبقى فاهم ايه هي لو انا افترض ان دي الصفحة بتاعتي المفترض ان التقاطع ما بين bottom و top يعني لما بقول له 20 تمام او لما اقول له 320 من bottom هفترض ان دول 320 هناخد منهم 20 هنشيل منهم 200 مثلا او 200 من bottom يعني انا قصيد دي وقصيد ده يعني المساحة بتاعتي هي المساحة الداخلية دي بس يا شباب تاني تاني انا بقول لك دلوقتي لو انا تخيلت ان انا بقول له top تمام top بتاعك 300 وصل لحد هنا وبعد الروح تجاي اقول له bottom بتاعك 200 فهيخصم منه هنا ده المتين يبقى ده اداني فرق نجيب لون مختلف شوية ده هيديني الفرق بتاع مين الارتفاع يبقى الفرق ما بين bottom و top يديني الارتفاع اكيد left و right هيديني مين تمام هيديني ده left و ده الارت يبقى هيديني مين الويتس بتاعي علشان نوضح الحتة دي اكتر تعال هنا هقول له انا عايز من ناحية top 320 طبعا انا واخد المقاسات ديت تمام انت ممكن تساعد نفسك بحاجة زي وايب نحن النوع بيعمل Kalau بالنسبة للاستاذ 65 المرة هقول له لا انت هتفتح حاجة اسمها احمل ال يا حبيب او انا اتحركت هنا شباب في عندي هنا كليكابل بتاع الامج لما اتحرك وبقف عند او المستفيل با Nana off موضّا يبدأ يظهر لو وتمСТر هنا وضغطنا على غرف وجوده رواز لونه از captر ازرق موجود لما بقف عليه كده يقول he go to web service وهو فعلا فتح ليه صححة الويب طبعا بالتالي انا محتاج اخد ابعاد الموبيل واخد ابعاد موضّا واخد ابعاد منصة الوراس atau games او menyبهر موضّا اعمل عليها بحيث ان الصفحة بتاعتي في الاول طبعا لو تخيلنا دي صفحة واخدها كامل وظاهر عندي الاربع ايكونات دي فانت بتضغط على واحدة منهم ببدأ ادخلك على البرانشز بتاحه اه ممكن كمان استخدم اه وانا جاب لك نسال معايا هنا من تعالك ان اخد كوبي من الاستاذ ده البولجان هنا بمقصود بيا شباب الباس الباس يعني ايه تعال نوقف كده تخيل معايا ان انا عندي شكل مش منتظم وليكن مثلا رسمة او صورة انا عايز امشي على الحدود بتاعها طبعا بتبقى صعبة جدا في حتة تلفجول استوديو ياريت استخدم برنامج نجيب لك الباس بتاعك فانا هاجي هنا عند اضيف واحد بس من نوع بوليجان هنا بياخد حاجة اسمها كوردينيتت والكوردينيتت علشان اوضح حالك بتماشي بفكرة بدأت من عند زيرو زيرو اكس و واي وبعدين اتحركت ال اكس مية وخمسين واي زيرو وبعدين اتحركت ال اكس خمسة وسبعين واي ستين وبعدين اكس و واي اكس يعني هو ماشي معايا رقمين رقمين بيحدد فيهم البعد كأنك بترسم بخط يعني تقدر تقول مثلا علشان اوضحها لك لو انا واقف عند بداية في الصفحة انا بدأت من عند زيرو زيرو وبعدين اتحركت اكس خمسين واي ستيل زيرو وبعدين اتحركت خمسة وسبعين بس في اتجاه ستين وبعدين خمسة وسبعين تمام بس في اتجاه مية وبعدين ارجحت خمسة وسبعين في اتجاه مين الزيرو يعني انا جيت كده بس ده ده ممكن يبقى الشكل اللي موجود عندنا تعالى بعد ما انا آسف انا نرجح تاني لالفوربيرتي وهاجه عند كوليكتد او كوليكشن وهبدأ اضيف وحط له الكوردينيت بتاعه هقول له ان المفترض هو عبارة عن نافيجيشن بتاعي هيجي من ان انت هتروح على موبايل تمام وهنفتح بصفحة جديدة تمام وبعد كده هبدأ اقول له اوكي تعالى نعمل ران عشان نشوف الشكل النهائي بقى عامل ازاي لو انا اتحركت هنا كده شباب شايف الشكل اللي انا اه اترسم ده تمام اه مشى معايا من زيرو زيرو وبعدين زيرو خمسة وسبعين وبعدين ستين وبعد الرجع وبعدين زيرو تاني مية كل الكلام ده اترسم بالشكل ده طبعا لو دي رسمة او حاجة فانا اخبت حدودها في عندي هنا دايرة كتا موجودة هنا بس طبعا بقى ده هو الاساسي طيب لو انا عايز احط اتنين فوق بعض لو انت فاكر انا كده عندي دايرة وعندي ايه وعندي بوليجن ممكن هنا يلعب دور وفكرة كمان ان انا ارحل حاجة فوق حاجة يعني انا مسلا لو حطيت بوليجن فوق وابديت لكل واحد منهم خخلي ده زيرو تاب اندكس لكن الاستاذ بوليجن هخليه واحد تمام وايه اتنين وهاجي هنا اقول له اوكي وتعالي نعمل رن لو انا هنا بدأت اه صفحة بتاعتي بس لما اضغط تاب بيبدأ مع زرارة تاب بس كده تاب الاولانية بدأ يعرض لي مين البوليجن تاب تاب التانية بدأ يعرض لي الدايرة تمام تاب التالتة بدأ يعرض لي الايه مزكر المستطيل لتحت تمام فبقى ريكتانجل بعدين مستطيل وبعدين دايرة كده انا اقدر اوصل للدايرة ديت ممكن ارجع بالتاب اعرض البوليجن لو ضغطنا على البوليجن هيبدأ يفتح لي موبايل بس الصفحة ايه مختلف بكده يبقى انا وضحت لك فكرة الامج ماب ارجو يكون الفيديو دا وضح الكنترول دا لانه مهم جدا لو عجبك الفيديو يرجوك اعمل لايك واريت اعمل سبسكرايب عشان شوف باية فيديوهاتنا على القناة خليك اجابي لا توقفش المعلومة عندك شير في الخير اشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته